السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم شباب بغباركم ايه نكمل مع بعض نهاردة نبدأ اللاب رقم خمسة في كرس MCSA Windows Server 2016 هنشوف ازاي نقدر نتعامل مع Active Directory Users and Computers ونشوف ال Objects احنا ممكن نقدر نعمله دلوقات الجهاز بتاعي دا دلوقاتني مبقاش سيرفر عادي قبل ما نعمل ويكون دومين كنترولر وناد الرول بتاعت ال Active Directory Domain Services كان المفروض ان هو دلوقاتي بقى دومين دومين بتاعنا اسمه test.local عشان ابدأ اتعامل مع ال Active Directory بافتح حاجة اسمها Active Directory Users & Computers من لين؟ من Tools احنا بعد كده اي حاجة عايزين نفتحها بنفتحها في ال Windows Server من Tools فبقوله هنا Tools وبعدين Active Directory Users & Computers انا فتحتها ازاي جماعة? من تولز وبعدين قلت له اكتف دايريكتر يوزرز ان دي كومبيوترز. هيبدأ يفتح لي هنا ده الجهاز بتاعي او الاكتف دايريكتر يوزرز ان د كومبيوترز الدومين. فادي الدومين بتاعنا هو تست ايه? هبدأ اكريت الاول مسلا ارجانيزاشنال يونيتز. لكل قسمة عندي. فاقول له مسلا نيو. وبعدين ارجانيزاشنال يونيت. سميها مسلا. وهنا هقول له. بعدين هنقول ازاي نقدر ندلت او. كده انا بقول له ان محدش يقدر يعمل لها. بعد كده بس انا نقول له نيو. ارجانيزاشنال يونيت مسلا. نسميها اي تي. ممكن نعمل ارجانيزاشنال نعمل ارجانيزاشنال يونيت. ثالثة مسلا نسميها سيلز. خيب. هاجي انا مسلا جوه الهر هنا وابدأ اكريت يوزر. اقول له رات فليب كده. نيو. يوزر. فرست نيم. بعدين. لست نيم. وهنا اليوزر لوجن نيم. ممكن اقول له ام. زهدي. او. محمد. زهدي. الفرست نيم. لست نيم. نيكست. الباسورد حتى زي اللحزة كومبليكس. ليس ح sea Die di يقول لك اي دول بقى. هنا زي يوزر مست تشينج الباسورد بس دي. بس لما ييدخل لازم يتشينج الباسورد تنفسه. هيطلب منه انه يتشينج ال اي الباسورد بتع sighs. هنا بيقولك يوزر كانت تشينج الباسورد واليوزر يقدر يتشينج الباسورد ايوة لو عمل كده auto control و delete طبعاً دوال virtual machine auto control و insert هلاقي هنا change password اليوزر يقدر يتشينج الباسورد بنفسه فلو قلت له اليوزر كانت تشينج الباسورد يبقى كده اليوزر مش يقدر يعمل تشينج للايه للباسورد طيب هنا باسورد never expired يعني يعني الباسورد ديه تاريخ صلاحية كل 42 يوم من windows server بيطلب من اليوزر ان هو لازم يتشينج الباسورد طبعاً دي مش سابت احنا ممكن احنا نقدر نعدلها بعد كده هنا account is disabled و ده الافضل ان انا معملش delete the user لان ممكن ينطلب مني configuration بتاعته بعد كده او files عنده على اليوزر بتاعه ده فانا بعمل اليوزر disabled يعني احدش يقدر ايه يستقدم بعد كده finish كده تبع عندي ايه user هنا ممكن اكريات يوزر تاني هنا سال it مسلا هنا ممكن ابدأ اكريات اليوزر يوزر مسلا اسموه احمد علي احمد علي باسورد comics Evener harpa ممكن تكاهرة برادي بردي سامسا في لذا السايلز ساهم تكاريات نسلاmedهم هذه اللي هوا استوداءformed مستار Current which character Andrew Strange اقدر اخد كابي من اليوزر ممكن اقدر اخد كابي كده بدأ اكريت يوزر ثاني انا اقدر اخد كابي من اليوزر وعمل اليوزر ثاني ممكن مثلا عمر سين مثلا لو فيوزر نقل مسلا نقل ومسلا عمر دوت من السيزي للحر بعمل ايه ممكن اصحابه كده هنا في الحر او اعمل على الوبجيكت نابسه وقول له هنا موف وقول له جوه ايه الاتش ار فعمر هساب هنا الاو بتاعت وهلاقي اتش ار بقى فيها ايه تو يوزر طيب اليوزر اللي احنا عملنا له كريت ده المفروض يعمل لوجين على ايه المفروض يعمل لوجين على الجهاز بتاعه اللي هو ويندوستين اللي شغال دوت فالمفروض نبدأ ازاي نعرف نجاين الجهاز اللي هو الكلينت على الدومين وده الموضوع بتاع اللاب اللي جاي ان شاء الله اللي هو اللاب رقم ستة ازاي نعمل جاين للكلاينت على الدومين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته